في جميع الأحوال احنا جاهزين مع حضراتكم نستمتع بلقاء للتاريخ لقاء للمتعة لقاء رسمي بيجمع بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا الأهلي بايمينيخ مطش بكرة ليه مفاتيح؟ طبعا ليه مفاتيح وده اللي هنتكلم عليه النهاردة مع واحد يمكن خاط تجربة المونديال مع النادي الأهلي في 2008 واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود سمير أهلا بيك يا كابتن محمود أهلا بيك ودائما بابا سعيد ده ما أكون متواجد معاك أنا أسعد دايما متشرفنا في السادسة لما بتجيبي الورقة والقلم كده وتمسك مطش بكرة ده بتشوف إنه ممكن؟ ممكن الأهلي يتخطى عقبة البيانيونيخ ويوصل نهائي كاس عالم أندية؟ طبعا في البداية خليلا ببارك الأول للعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة بكابتن محمود خطيب رئيس البعثة المشرف اللي الواحد بيتشرف بيه لما بيشوفه مع البعثة ببارك لهم على النجاح اللي هم وصلوله لكاس عالم الأندية ببارك لهم على مبارات الدحيل وصلوا لهم عاوزينه بتمنى لهم يا رب بالتوفيق إن شاء الله وبكرة نتفرج على مباراة جبيرة جدا طاليك بالعيب النادي الأهلي والتعب اللي تعبوا فريق النادي الأهلي طوال موسم 2020 عشان توصل إن فرصك تبقى أو أوحش فرصك أسوأ سيناريوهاتك إنك أنت تبقى بتلعب على ثالث أو رابع عالم ده شيء بالتأكيد مسهل أكيد ومشوار طويل جدا ما ابتداش في مونديال الأندية ابتدى من أول مباراة بعد الحصول على الرقب الدوري لمصر من أول مطش في بطولة دوري أطال أفريقي طبعا أكيد تعب كبير جدا على مدار الموسم للعيبة والجاز فني ومجلس إدارة وربنا أكل المجهودهم متعبهم بالنجاح إنه يكون في الآخر في كاس عالم الأندية البطولة المحببة الجمهور نادي الأهلي بطولة أفريقيا وإنك تكون متواجد في كاس عالم دي حاجة كبيرة جدا أي لعيب بيبقى فخور إنه هو متواجد وسط جيل عظيم زي ده نفس الأجيال اللي فاتت للواحد كان يتشرف إنه كان موجود معهم في كاس عالم الأندية لما بجي بشوف المباراة الناس كلها بتحلم ببكرة أنا واحد من ناس من الجمهور دلوقتي اللي بتمتع بنادي الأهلي وبالجيل الحال اللي موجود اللي هو ستاني عشان النتيجة؟ ولا عشان الأهلي وبير؟ لا عشان الأهلي وبير الأهلي وبير أنت يعني موضوع كبير جدا طبعا أنت هليس حرج بتقول لي حاولت تجيب وراء وألم وتشوف لا أما حاولت شامسك الألم أصلا إنه هتمسك الألم هتكلم عن مين ولا مين ولا مين في بير ميونيخ صح لديه كتيبة كبيرة جدا بس رغم كل الأسماء ورغم فراء الإمكانيات ورغم المسم الاستثناء اللي عاملوا بير ميونيخ فيه مش في ألمانيا بس في أوروبا كلها لكن فيه حتى جاء جوا كل أهلاء يكيب تقولك وليه لأ وليه لأ وعندي أمل وممكن بصوا أكيد مباراة صعبة جدا خلينا نكون وقعين مباراة صعبة جدا على لعبة نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي لكن مفيش حاجة مستحيل على مدار السنين اللي فات بنشوف مبارات كتير بيبقى الموضوع فيها صعب جدا لكن في الآخر بتلاقي نتيجة مختلفة يعني أنا عمري مانس مباراة ليفربول وبرشلونا كان ليفربول مغلوب خمسة وفي الآخر ليفربول كسب ستة في ملعب نكلم معك على السنينياليوهات كتيرة جدا خلينا بس نقول كل اللي بيتابعوا السادسة أنه مطش الخامس والسادس الدحيل وأولسن هيندي الكوري خلص لصالح الدحيل الدحيل اللي كسب بطل أسيا تلاتة واحد وانتهت المباراة الدحيل خامس أولسن هيندي السادس احنا في اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها دي أسوأ نتيجة ممكن يحقق نادي الأعلي في مشاركته أن يكون رابع عالم خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم